ازايكم وحشتوني وحشتوني جدا جدا فيه ناس فيه كانت قشعات قشعات كده كانت بتقول ان فيه الحرب بين الصين وامريكا جاية قريب جدا فيه ناس بتقول هتبدأ 2024 ناس بتقول هتبدأ 2025 وفيه ناس قلقانة وفيه ناس تانية بتقول يا جماعة فيه دولة عقلة تدخل في حرب ضد امريكا يعني قوة اقتصادية ضخمة وقوة عسكرية وعندهم قوات عسكرية في كل حتة في العالم وحلفاء في كل كورنر فيعني مين المجنون اللي يعمل كده ولف تانية بتقول لا الصين قدها وقدود الصين عندها رؤوس نووية واسلحة متطورة جدا وعندهم اكبر عدد من يعني اكبر عدد في الجيش فيه افراد هي الصين عندهم اتنين مليون واحد بلس فيها واحد ونص بليون فما يحط اتنين مليون يعني في الجيش بتاعهم مش قضية خالص فايه يعني الصين قدها وقبول المهم ان ايه الناس متوجسة ان الحرب حتبدأ لا يا جماعة ده انا جاي اقول لكم الحرب بدأت خلاص الحرب بدأت بس بدأت على ايه الحرب ضد الدولار الامريكي روسيا والصين عينيهم دلوقتي على الدولار الامريكي عايزين نزلوه من على العرش بتاعه تعرفين الدولار الامريكي متربع عرش العالم كان زمان الست لما تحب تحوش فلوس تروح تجيب الفلوس بتاعها دهب او فضة تحوشه للزمن دلوقتي دهب وفضة ودولار اي حد عايز تدينه هدية يقول لك بدل ما تديني هدية اديني دولارات دي تنفع ايه احوشها للزمن فالدولار بقى قوة كبيرة جدا العالم كله بيتعامل بالدولار مش بس الافراد حتى الدول الدول لما تيجي دلوقتي تطبع العملة المحلية بتاعتها بيعملوا الغطاء بتاعها بالدولار الدول لما تيجي تحوش فلوس او يحطوا يعني فلوس في البنوك العالمية بيحطوها بالدولار فالدولار عليه طلب في كل انحاء العالم الدول بتتعامل مع بعض حاجات التجارية بالدولار ما بتعاملوش بالعملات المحلية بتاعتهم الا قليل فيعني الدولار ليه مكانة كبيرة جدا دلوقتي فانتو عايزين تنزلوه من على العرش ايوة الصين وروسيا عايزين ينزلوه من على العرش بتاعهم انهم لو عملوا كده حيهدوا كتير في القوة بتاعة امريكا طب بيعملوا كده ازاي ها عملوها ازاي تعالوا بقول لكم لان ايه دي ده وظيفة القناة القناة حكايات من الولايات لو انت اقول مرة بتتطرج عنها القناة دي معمولة للناس اللي عايشة في امريكا والناس اللي عايزة تيجي امريكا والناس اللي مهتمة بشؤول امريكا تعرفوا كل حاجة بتحصل الحاجات اللي تخصنا من هذه القناة بجيب لكم اخبار مصادر موصوقة اخبار منتشرة كتير جدا انا بلمها لكم ولخصها لكم كده في فيديوهات قصيرة هتعرف ايه اللي بيجرى فتبقى عايش في امريكا او برا امريكا فاهم فاهم الدنيا عاملة ازاي وتاخد الاخبار من امريكا انا بشوف ناس عايشة في امريكا تاخد اخبار من برا امريكا طب حاليا بتاخدها من برا ليه ما جوة امريكا هيه بنجيب لك الاخبار من المصادر بتاعتها بدل ما تروح تاخد من ايه الموزيع الكولاني والموزيع الكولانية فاندم الاخبار في امريكا فاشترك في القناة وتعالوا بقى نتكلم على الحرب بتاعة الدولار دي طب ليه يا جماعة روسيا والصين عايزين يعملوا يعني يعملوا الموضوع ضد امريكا ويقللوا من قيمة الدولار الامريكا لان بصراحة بصراحة من غير يعني ايه منحاول كده نجمل الموضوع امريكا عاملة متنمرة هو البولي بتاع العالم دلوقتي بالنسبة للدولار اي حد ما يعملش حاجة امريكا عايزها يعمل عقوبات اقتصادية عليها على طول في عقوبات معلنة وعقوبات غير معلنة لأي حد اديكوا شفتوا في الحرب بتاعة روسيا واوكرانيا راحوا مجمدين ارصدت روسيا في العالم في بنوك امريكا وبنوك الدول الحليفة بتاعتها وروسيا بدرجة تحط دي على سلوس بتاعت خلق في انتهى فهكذا الامر بقى ايه في اه اي بلد تاني زائد ان موضوع بقى العقوبات اقتصادية دي بتجديد بقى كل رئيس جمهورية ييجي يعلي على الرئيس اللقم فأديكم شوية ارقام كده جورج دابريو بوش كان بيعمل ربعمية خمسة وتلاتين عقوبة اقتصادية في العام الوحد جيه اوباما عمل خمسمية تلاتة وتلاتين عقوبة اقتصادية جي ترامب بقى ضاعف العدد كنت بتعمل خمسمية فهذا بقى الف سبعة وعشرين فترامب ضاعف عدد العقوبات الاقتصادية اللي عملها على الدول علشان ايه اي حد ما يعجبوش تصرفاته بايدن بقى الف ستمية تمانية وتمانين عقوبة اقتصادية في العام الوحد فالعالم مش عايز كده احنا هو انت ايه بقى هو انت البولي بتاعنا ولا ايه فطبعا اهمية الدولار الامريكي فعملوا بقى ايه عملوا حلف سموه بريكس بريكس ده الحروب بتاعته بتاعة الدول اللي اشتركت فيها فالبرازيل آآ آآ روسيا الصين والهند ودنوب افراق الخمس دول دول فيهم اربعين في المية من سكان العالم الهند بقى والصين فعندهم بقى ايه عدد مش قولي فقالوا اربعين في المية من سكان العالم عندهم يعني قوة عمالة رهيبة يعني تخيلوا بقى ان الدول دي قالوا انهم ايه حيكتمعوا مع بعض وهم اللي بينتجوا البترول وحيقننوا بقى حاجات البترول زي انهم كمان بيحاولوا يضموا ليهم دول تانية زي مثلا ايران السعودية ارجنتين وهكذا لما يضموا ليهم بقى عدد كبير من الدول تخيلوا بقى كام واحد يعني مثلا تربع سكان القرى الارضية في الحزب ده وامريكا مش موجودة فيه فطبعا ده يعمل يعمل مشكلة دلوقتي بدأت الدول دي اللي في الحزب بتاع بريكس ده اولا عايزين يخشوا فيه انهم ايه يعملوا اي ايه ايه اسمها ايه اه عمليات تجارية يعني بينهم بالعملات المحلية ارجنتين وبرازيل دلوقتي قالوا احنا جران يا جماعة لين نجيب الدولار الامريكي ونتعامل بيه نتعامل بالعملات بتاعتها لكن جات روسيا قالت لهم بصوا يا جماعة لأ احنا حنعمل عملة موحدة لبريكس عملة جديدة كريبتو كارنسي عملة رقمية ولكن حنباكت حن حيبقى الغطاء بتاعها بقى واحد من ايه من المعدن النفيفة اللي عندنا بقى بترول يمكن دهب اه يورانيوم اي حاجة بقى من المعدن النفيفة اللي عندهم حنباك ايه العملة دي متبقاش بس مجرد عملة رقمية لكن ليها ايه ليها ثقل يعني وكده ويبتدي الناس تتعامل بالعملة بتاعتنا بدل ما تتعامل بالدولار الامريكي طيب هل بقى الدولار الامريكي فيه خطر الحقيقة ايوة يعني هم بدأوا عملوا السنة دي خطوة السنة جاي ياخدوا خطوة تانية السنة تالتة خطوة تالتة وهكذا فالمواضيع ما بتتمش بين يوم وليلة اكيد فيه يعني هتاخد وقت عبالما الدولار يعني هيتدى العرش بتاعه ولكن طبعا ما خدوا خطوة فديه طبعا خطر على الدولار الامريكي طيب فيه حاجة تأثرت الحقيقة قالوا ان المعاملات التجارية مثلا سنة 2001 كانت تلاتة ربع المعاملات التجارية في العالم بتتم بالدولار تلاتة وسبعين في المية من المعاملات التجارية كان بالدولار الامريكي النهاردة بقى تمانية وخمسين في المية يعني بعد ما كانت تلاتة ربع المعاملات التجارية بقى تقريبا نصف المعاملات التجارية بالدولار فده معناها ان الاعتماد على الدولار بيقل طيب هل ده معناه ان فيه خطر على الدولار قريب قالوا لا الدولار الامريكي لسه متربع العرش لانه عنده حاجات مش موجودة في اي عملة تاني الدولار الامريكي زي ما قلت لكم عليه طلب كبير جدا في الدولة الامريكية هي وراء الدولار اللي بيحمي الدولار مش الدهب وغطاء دهب او غطاء سيلفر او كده لان امريكا لما بتطبع الفلوز بتاعتها اي دولة في العالم لما تيجي تطبع العملة المحلية بتاعتها بالشكل الراهيب ده اكيد هيتعوم الدولار تعوم العملة بتاعتها لكن امريكا لأ لان الطلب عليه قوي زي لان اللي بيدعم الدولار الامريكي الجيش الامريكي اي حد هيعمل حاجة يهز الاقتصاد بتاع امريكا هتدخل الجيش بتاعه على طول يعني فهم ازاي فهي اللي بيحمي الدولار بتاع امريكا مش الغطاء الاقتصادي بتاعها لا 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 ده الى جانب ده عندها الجيش الامريكي لا زي فاكرين لما العراق لما جيه صدام حسيني وقال ان هو عايز يعمل الشراء والبيع بتاع البترول يتم بعملة تانية غير العملة بتاع دولار الامريكي ساعتها ده دخل الجيش على طول ما ينفعش خضرتك يعني فدي نقطة مهمة عشان كده امريكا بقول لكم بتطبع الخلوس ما بيهمهاش تي حاجة حاجة تانية عندهم عجز في الميزانية رهيب وعندهم ديون بالهبل مش هتتسدد ديون دي مش حاجة هتده ده ده ازا ده ازا هم اصلا قوة اقتصادية في العالم كبيرة جدا فهي اه ديون على الورق وكل حاجة لكن ما فيش حاجة بتتسدد لان الطلب على الدولار عالي جدا امريكا دخلة في كل الصناعات الكبيرة او معظم الصناعات الكبيرة اللي في العالم لها ايد في كل حتة فصعب قوي ان ده يحصل ذا ات كمان ان احكيت ان المعاملات التجارية تجارية بتقل وبتزيد يعني السنة اللي فاتت كانت تمانية وخمسين في المية بالدولار السنة الجاية ممكن يبقى حاجة وستين يعني المعاملات التجارية دي ما هيش ما هيش المقياس الوحيد على اه قوة الدولار الامريكي ذا ات كمان ان العملات المحلية بتاعت بريكس دول ما هيش دور قوية جدا وذا ات ان بس الصين وروسيا هم اللي عايزين يضعفوا من الدولار الامريكي اما الدول التانية زي الهند مثلا ولا البرازيل ولا الارجنتين كل الدول دي يهمها المصالح بتاعتها بس الدولة دي الكويس هتولنا طلباتنا مصالحنا تبقى يعني متأمنة احنا معاكم احنا هنبقى مع الدولة اللي هتساعدنا في موضوع مصالحنا بس كده لكن حتة ان احنا نحط نفسنا في حرب ضد امريكا اما مش مش هي دي الهدف يعني فالدول بتاعت بريكس دي هيتجمعوا مع بعض ويعملوا عملة بس الحقيقة العملة بتاعتها يعني احنا لو بصنا على اليورو رغم ان اليورو ده كل دول اوروبا هي يعني اللي وراء اليورو اه ودي كلها ايه دول في منطقة واحدة ثقافة واحدة ايجيولوجية واحدة تاريخ واحد تقريبا الا ان على الرغم من كده اليورو مش يعني برضو ما هواش يقدر يعمل الليكوديتي يقدروا يطبعوا اليورو بعدد كبير اوي كده يغطي احتياجات العالم كله ما عندهمش القدرة على ده لكن الدولار الامريكا عنده القدرة الدولار امريكي فيه مرونة كتير جدا في التعامل غير اي عملة تاني الصين مثلا عندهم نظام اقتصادي انت اصلا عملة الصين دي ما ينفعش تطلع بيها برا برا الصين مفيش الاتنين في المية بس من المعاملات التجارية في العالم تمت بالعملة الصينية فالصين عندهم يعني مركزية رهيبة جدا والعملة بتاعتهم عديهم قوانين كتيرة جدا تمنع ان العملة بتاعت الصين دي العالم يتعامل بها فبالك بقى بالدول التانية وفي دول تانية ضعيفة طبعا البركس دي بقى مجموعة من الدول مفيش بينهم تاريخ مشترك مفيش بينهم ايديولوجية مشتركة مفيش بينهم يعني ثقافات مشتركة دي دول تجمعتها بعض المصالح اول ما المصالح تختلف وده بيحصل على طول مش هتلاقي العملة دي ايه قوية وتتزقل قدام كتيريا فالغاية دلوقتي الديوار امريكي لسه مكانته كبيرة اه اللي بتدعمه امريكا بالجيش بتاعها والاقتصاد بتاعها حلفاء امريكا في كل مكان القواعد العسكرية بتاعتها في كل مكان والدولار امريكي فيه مميزات كتيرة جدا بتخلي ان التعامل بيه فهل ولا ذا لغاية النهاردة اكتر حاجة تحف بيها بالامان ان انت تتحوش دولارات او تشتري ده بفضل فالعملة بقى الجديدة اللي حيعملوها بريكس دول عبال بقى ما تاخد وضع يعني والناس تأمن ليها وتبتدي التعامل بيها ويجوفه يعني هتاخد سنين شوفه اليورو اخد كم سنة عشان يقدر ان هو يثبت نفسه قدام الدولار فهنشوف ايه اللي هيحصل ولكن اه لو عايتت ادي هدية لحد اديه دي له الدولارات كده على طول دي احسن هدية من ان انت تشتري له اي حاجة ده الوضع الغاية دلوقتي انتظروني بقى في الفيديوهات الجاية ان فيه كم معلومات كتيرة جدا انا عارفة لفترة فاتت توقفت يعني بسبب رمضان والعيد والحاجات دي لكن فيه كم معلومات مهمة لازم تعرفوه فاشتركوا في القناة ودي الحلقة بتاعك النهاردة دارك بعض المعلومات اشترك في القناة وقول لصحابك اشتركوك مع كورانيا سلطان ودي حكايات من الولايات